كما نلتقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة لمتابعة تنفيذ تكلفات رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين والإطمئنان على موقف توفر الاحتياجات القومية من الأدوية والمسلزمات الطبية وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تهدف من خلال الإجراءات الإصلاحية بالقطاع الطبي إلى إحداث تحسن سريع وملموس يشعر به المواطن في قطاع الصحة وضمان التعليم وتدريب الطب المستمر لكافة مقدمي الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية وتحسين الصورة الزهنية لمقدمي الرعاية الصحية والعمل على خفض معدلات النمو السكاني بما يسهم في رفع النمو الاقتصادي للدولة